الكل عارف ان فريد بي بي منستور قامت اول فنميت اللي هم في اليابان يوم 11 مايو اللي فات ورغم ان المجموعة بتمتلك عدد مشوليل من الاغاني ولكنهم قرروا يقدوا بعض الاغاني لفريد بلاكبانك قدوتهم وتحديدا فريد بي بي منستور قررت تغني اغنية فريولاس ومن خلال الاغنية دي تركوا انتباع قوي جدا عند الجمهور فالمجموعة وجهت مشاكل فنية مرتين وفي المرتين كانت الموسيقى بتقوف مرة واحدة ورغم كده حلت العضوات المشكلة من خلال غناهم القوي المباشر ورأسهم بكل حماس وده اللي اكد للجمهور اكثر ان فريد بي بي منستور موهوبة ومحترفة جدا ومن بعد انتشار الكوفر ده بدأ البلينك يعبر عن حنينه قوي جدا لفريد بلاكبانك لدرجة ان عروض بلاكبانك الاديم ارجعت تصدر التريند من جديد ولكن في الوقت الحالي جميع عضوات بلاكبانك مجغولين بنشطهم الفردي فجيسو مجغولة بتصوير دراميتي جديدين في الوانزا اما جيني وليسا وروزي مجغولين بالعمل على اصدار البوماتهم المنفردة وفي تعاونات حلوة جدا جديدة لكل عضو هنشوفها وريب عشان كده شي اكيد احنا كبلينك نستنى العام 2025 حتى نشاهد عضوات بلاكبانك مع بعض كمجموعة كاملة اما باب العودة لاخبار فريد بي بي منستور فانبارح نشرت مجالة الانديا مقال بعنوان مميز جدا وهو اليكم افضل 8 مجموعات مبتدئة في الكيبوب قادرة على الاداة في مهرجان كوتشيلا وكان من ضمن المجموعات دي فريد بي بي منستور وتحديدا في المقال دا اتكتبت تالي بعد نجاح بلاكبانك الكبير ظهرت فريد بي بي منستور وهي مجموعة مكونة من عضا كوريين يابانيين وطايلانديين تحت ادارة وكالة واجهة ترفيهية زهر الاول مرة بغنية بتراب وهي عبارة عن تراك من الهيب هوب قوي جدا ويساحد العضوات المعروفة بمهرتها قوية في غناء الراب من ما يوضح ان المجموعة تمتلك مواهب متعددة وايضا هم مجموعة مؤهلة جدا لتقديم عرض ناجح في مهرجان كوتشيلا 2025 وتبعا من بعد انتشار المقال دا في كل مكان اتفاعل مع عدد كبير من المعجبين ودي بعض من التعليات هذا رائع واو في البداية هاجموا تشيكيتا لمجرد انها عبرت عن رغبتها في الهدى في كوتشيلا ولان يريد الجميع من بيبي منستور الهدى في كوتشيلا وغيرهم تعليقات كثيرة جدا اكتب لي في التعليقات انترى يا كيف اخباري النهاردة وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بين